السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تشوفوا معي وصلنا المرحلة ديال الفراش يعني التغيير ديال الفراش باش ان شاء الله الفيديو المقبل اللوك نهائي أخيرا سهلية تاتلت عليكم ولكن هاتشارك يخصوا وقت طويل باش ننوريكم اللوك النهائي طبعا اللوك النهائي رحته وما غالش يكون كم مية في مية يعني الدكورات اللي كي تصاوبوا اللي خصين صاوب بيدي فطبعا غادي نأجي لهم حتى من بعد باش تشوفوه كل مرة نصاوب شي حاجا وتشوفوها كيف اجت من بعد في الغرفة لكن عموما البيت ان شاء الله راح كمل هناك كما تشوفوا هذا الفراش هذا كان عند الاختي ديالي لان انا اخيطت لها شحالة عادي تقريبا شي عامين او ازيد من عامين ودابا ان شاء الله عادي نبدلو اللون لان كما تعرفوا هذا اللون ما يجيش مع الستيل اللي انا ديره لك شي علاش نحاول ما امكان غير ندير التغليف دياله ونزيد له الجوانيب طبعا هاد الستيل هادا كنديره ستيل مغربي عادي غير هما كانوا صغار ماشي بحس دادر ديال جوج مترول لانا الاختي ديالي كانت فضلة انه يكون في غير متر واربعين على حسب الغرفة اللي عندها دا برغاني نحاول ما امكان استغلهم كيمة هما يعني ما غادش نزيد عليهم بزاف ديال الخدمة لانا ما عندناش الوقت كما كتعرفوا باقي تابعنا الحمام اصلاح ديال الحمام وديالكوزينة كياخدوا وقت طويل هادا كشي علاش حنا راعينا بغينا نعيش شوية في النقا هادا كشي علاش غادي ندولهم غير واحد الجوانيب بالنسبة للشرح ما غادش نشرح شرح موميل لانا الاغلبية راح شرحت تشوف فيديوهات سابقة ديال الفراشات كما كتعرفوا من قبل قبل ما نبدأ في فشالي رانا خيط الفراش ديال وشترحت لكم الشرح مفصل ويعني كان الناس اللي صفتوا ليا نتائج فاش تبعوا المراحل اللي يوريتهم وروني اش نصابوا هادش كي يفرحني بزاف المهم اللي بغيت نقول لكم هو بنسبة للفراش غادي نزيد له غير الجوانيب يعني الجانب اللي غايكون في الاخر ديال الفراش والجانب اللي غادي كون في الاخر ومن بعد الظهر غالي بغيت نقول لكم هاد الفراش غادي جيني كبير بالنسبة للغورفة غادي تلاحظوها من بعد ولكن راع ما عاديش نحتفظ به فهاد الغورفة هدي يعني الناس اللي ما عارفينش هو انني ان شاء الله بحول الله هرا باقي غادي ندير التوسيع لدي الكوزينة يعني الصالون غادي يكون مفتوح على كوزينة امريكان هادي غورفة معزولة يعني هاد تولي تبقى من بعد يعني اما غورفة النوم او لا غورفة الضيوف يعني هادشي ما زال ما انتم مده بكتشوفوا هادشي ولكن ما زال ما يتفهموا ان شاء الله من بعد لانا كيما قلت لكم هاد الغورفة هاديره ما كبيرش بزاف فيها ثلاثة متر على خمسة يعني فقط هادهم هاد مستغلية بحالية ومن بعد عادي تبقى ان شاء الله اه ها اللي هي غورفة ديل النوم ديين او الغورفة ديل ضيوف ما زالنا بيتنا اصفق ان تآخر انا عاديت لحظو هاد المسألة هادي داكش نع هناك من قبل بالنسبة لصالون راكبيرة في خمسة ديل الأجزاء انا استغلت فقط هاد ثلاثة هادوا هم اللي غادنا ديلهم يعني الجوانب حاليا ومن بعد ان شاء الله سوف نضغطهم في الصالون ونزيد أجزاء أخرين لكي يكبر الصالون سوف نستغلون الثلاثة ونضغطهم بشكل مفتوح كما تعرفون هذا ستيل في الفارم هاوس أو الويت كوتاج فأنا يعجبني بثاف أهم شيء موجود أن تستغلون بشكل مفتوح فهوزة البرجي ويأتي بخوزة البرجي مثل الاثاسل يتبعود بشكل مفتوح للمغربي او الليلة كانوا دخلين مازال ممتعرفش عليهم بزاق اه اذا كنت نجيب لكم شي حاجة ليه جديدة ما نبقىوش غير في الصالون المغربي انا كان يعجبني الصالون المغربي ولكن يخصو اه يعني مصاريف كثيرة ذاك شي علاش كان بغي شي حاجة ليه كلاس دابا المراحل ديال الصون صراحة ما غريش نشرح لكم كما قلتكم غني نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال الصون ديال الفراش ديال الاخت ديالي اه فقط كان واحد تغيير اللي درت هو ان الخشبات ما درتهم مش مل تحت بالنسبة الناس اللي بغوا يصاوبوا الفراش او مهتمين فغلي تفهموا من الفيديو اللي علي تشوف ديال الاخت ديالي وهذا الفرق اللي فيه هو انني ما سديتش لتحت طبعا قطعت الخشب هنا كيب كتشوار كان خدمو حتى الليل اه ما سديتش لتحت باش تصلاح لين دير واحد الكروات بين الجوانب يعني الجنب اللور يعني الجنب ديال ديال الحاشية الخرانية فهدك اه خليت مفتوح مل تحت اخيرا تحت على البلان وطبعا هاد الشي لك انتم مهتمين خليولي في التعليق باش نقراه ونعرف انكم تتشوفوا الفيديو ومهتمين انكم تعرفوا كيفاش تدرس لطريقة وان شاء الله بحول الله في الجوز الاجزاء اللي بقاوا لي قادي نشرح لكم في الشرح يعني مفصل باش وصلكم طريقة لان هاد الفرش هاده من فاش لقيتها الطريقة هاده لقيتوا ان الجوانب يجيوا اصح من الاول يعني اللول اصح من الاخر لان واحد البياسة هي اللي كتباه كتدالهم في الفوق ما كيناش يعني ما موجوداش في ممشيتوا غادي تلقاوها لكشي علاج درنا حراء كروة من الداخل ولكن الحمد لله هرهم شدو في الاخر هنا كما كتشوفوا كنا وريكم الخشبات كنا وقفوهم باش عارفوا القياس وطبعا تاخدوا القياسات مزيان العبار راه تقريبا نفسه اللي درنا في الصالون السابق اللي هو ديال الاخت ديالي دكشي ما بغيش نطول عليكم بزاف بزاف ونعود لكم الشرح من الاول لان اصلا الفيديوهات مكتشافوش كاملين وهاد شي متعيب علي في المونتاج دكشي باش قلت اللي بغى استافد فكينين الفيديوهات سابقة كما كتشفو هنا كنوريكم الخشبات كيجو من الجوانب يعني معاوض ما نسدو من تحت نديرو بحل صندوق لا غادي تدروا الكوادر من الجناب الخشب من الجناب باش كتقدرو تخشيو الدكم في الاخر وتفينيو وتزيرو الكروات نفس الشي درناه في الظهر المهم كيما بلكم مره هادا هو الفيديو السابق ديال الاخت ديالان خليكم مقاطع منو باش تعرفوا علي اش كان هدر يعني ندرنا جوانب كيتمونطا وكيتردو المهم للرابط ترا غادي تلقاوه في صندوق الوصف كيفاش فصنا التوب وكيفاش يعني خيطناه هاداك شي كله ان شاء الله غادي تلقاوه باش تصاوبوا الفراش ديالكم من راسكم وتهناو يعني ما تحتاجوش انكم يعني تبشيو عند اللي كيصو الفراش هنا كيما كتش فرقا نركبوهم بالكروات من الداخل باش عاد كان فيني وفي الاخير صالونا عطلع بحالها كالحمد لله راطلع مخير هادا انا صورته في الدار ديالي ولكن في الغرفة ديال الاخت ديالي درناه على حسب الغرفة ديال المهم راح نفس الشكل كيما كتلاحظو معايا راح نفس الشكل اللي درت هنا يا فاش غادي تشوفوا ان شاء الله الفيديو النهائي ديال الفراش ديالنا غا تلقاوه نفس الشكل يعني مسدود من الجوانيب والدهر وممكن انكم تحطوه في الوسط ماشي ضروري انكم تحطوه مع الحيط المهم راح كيجي غزال كيجي زوين كيبقى لكم اللمسة ديالكم واللون اللي تختارو انتم عليك شي كيبقى كل واحد على حسب الضوء دياله صالونا بعد اما كملتو هادا هو اللون اللي درت درت غري مفتوح هو صراحة غري ولكن غادي شوية القراج يعني ماشي غري كاميرا انا ما كتبرش الالوان الحقيقية ما بغيش نوريكم كامل لانا ما زال كان نخيط في الوسيد الكبار ما زال ما كملتو مش نفس احتفت بلوسيد اللي كينين عندي يعني ما بدلش هادو اللي عندي لانا اخصت نحيد داك البونج كامل نشري نوع اخر اولا نقسم وغادي يأخذ اللي حتى الفلوس هاداك شعلاش احتفت بهم بالشكل اه كما قلكم غادي فقط في الوسيدات اللي غادي ندير الوسيدة الصغار هما اللي غادي عطاول الشكل الزوين للصالون المهم انتو ما خديتو فكرة على الصالون ولكن ان شاء الله الفيديو المقبل بحول الله هادي تشوفوا الشكل النهائي للغرفة ككل لان احنا في طور الانجاز دي الاشغال الاخيرة وكي ما قلت لكم الديكوراسيون كل شيء طبع لي كل شيء كنحاول نفيني وهذا باش ان شاء الله نوريكم الشكل نهائي كذلك تديك صدا ديالري كنحاول نديرها بشكل بسيط وما تأخذ ليش بزاف ديال لوقته المجهود وكذلك ما تجيهاش مضيقة واش نعمرها لها بزاف بما ان عندها لكابان فهذه تبقى غير للنعاس المهم هنا كما كان نوريكم ما راح هنا فاشلاقينا بالكروات لان هذه الفتحات اللي خلينا من التحت باش نخشي ويدينا نفعونا بزاف باش نقدروا ندير الكرو من الداخل كيدخل الرجلي يدود كيدخل الرجلي يدود ومن ثم نركب الكروات ومن ثم نرى الكروات ومن ثم ندخل ندخل نقلب على فيديوهات الفراش ونجد تفاصيل كاملين ونجد أفكار ونجد أفكار ونجد أفكار ونجد أخرج كما راح هذا يتجرب تقنيه وانا كما راح ستحصل وشاء الله ونحن نتجرب ونبدأ بنا ونبدأ بلعبة وسوف تستفيد ونجد أظهر لا يزيدون لكم في تشياء حاجة سوى أننا زعمنا الحمد لله ربك يساعد هذا هو الذي يتمنى تكونوا تستفيدوا من الفيديوهات نتلقوا في الفيديو الأخير الي هو الهرفة كله لكي تزوء الأشغال بحول الله و لا تنسوا من الفرس و اللايكات و كذلك تعليقاتكم المفيدة شكرا لكم إلى اللقاء